لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل يا أحمد أقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا برحب بيكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنون حلقتنا النهاردة التناقض في عقيدة شيخ الأسهر للدكتور أحمد الطيب ونواصل كلام شيخ الأسهر عن أهل السنة وكلامه المتناقض وفي حلقة النهاردة والحلقات الجاية هنركز على تناقضات شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب مين كلامه نفسه وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد وهو المذهب الذي استمر فترة طويلة وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين قبل قرنين مضي من الزمان قبل أن تظهر بعض المذاهب التي حاولت وتحاول أن تقول مذهب الأشعري ده مذهب ضلال ومذهب كذا لتماهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صوب مذهب معين أو مذهب معينة وهنا الشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب بيقول أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد وهو المذهب الذي استمر فترة طويلة وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين وفي الحقيقة أن التناقض بالنسبة لأي أشعري مش غريب عليه بل بيعتبر جزء من مسحبه وكلام ده إحنا تكلمنا عنه كثير في الحلقات اللي تكلمنا فيها عن ابن حجر وهفكركم برضو بشكل سريع باللي قلناه في حلقة رقم 79 وكانت بعنوان تكفير علماء السنة لابن حجر وسهل بخاري كتاب التهجد باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل قال الحفظ ابن حجر وقال ابن العربي حقي عن المبتدع رد هذه الأحاديث وعن السلف إمرارها وعن قوم تأوي لها وبه أقول وهنا بيقول ابن حجر أنا أقول بالتأويل وفي نفس الكتاب بيقول في سهيل بخاري الكتاب تفسير الكرآن سورة الزمر باب قوله وما قدر الله حق قدره ابن حجر بيقول والأولى في هذه الأشياء الكفة عن التأويل مع اعتقاد التنزيه يعني بيقول الكفة عن التأويل يعني الحاجة وعكسها مش في أي حاجة ده في العقيدة هل العقيدة ينفع يكون فيها رأيين الحاجة وعكسها وده طبعا منهج ابن حجر والأشعر على طول الخط واللي عرضناه في الحلقات اللي فاتت كلها يقول على الحاجة بدعة وهو يقع في نفس البدعة يعني الحاجة وعكسها وحكذا أيضا شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب وإحنا بنامت ربنا في الحلقة دي والحلقات الجاية هنوضح تناقضات كتير لشيخ الأصهر سواء في العقيدة من خلال كلامه اللي نقلناه أو تناقض شيخ الأصهر في الدفاع عن المذهب الأشعري وطبعا تناقض عقيدة شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب ومن قبله تناقض ابن حجر معناه أن المذهب الأشعري مسهب متناقض وأحيانا نكتشف أنه مسهب يحتاج للتناقض عشان يستمر يعني من الآخر مسهب متلون وهنستعرض مع حضراتكم كلام لشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيتكلم عن مؤسس المذهب الأشعري وخلينا نشوف مع بعض شيخ الأصهر هيقول لنا إيه الإمام الأشعري مسهبه أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة ربما هذه أهم سمة فيه أهم سمة ودي اللي احنا محتاجينها الآن وزي ما شفنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول أن الإمام الأشعري مسهبه أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة أهم سمة ودي اللي احنا محتاجينها الآن وطبعا كلمة لا يكفر أحد لها معنى خطيرة عند شيخ الأصهر وهنوضح معناها بعد كده ونشوف شيخ الأزهر وهو بيأكد الكلام ده بشكل أوضح في الفيديو اللي ق Cerد باختصار لم يحكم الأشعر على الحنابلة بالكفر إنما الحنابلة حكموا على الأشعر بالكفر لم يحكم الأشعر على المعتزلة بالكفر إنما المعتزلة حكموا على الأشعر بالكفر حتى المزاهب الحديثة دي لا أنا كأشعري أو الأزهر كأشعري لا يمكن أن نصفهم بالكفر طلاقا ده مستحيل عندنا لكن ألفت كتب كثيرة جدا في تكفير الأشعاري ومتبعي طبعا ده كلام يعني مش عايزين المزاهب المتشددة هي تكسب وطبيعة الأشياء أنها لا يمكن لها أن تكسب لأن حينما حتتبدل السياسة المزاهب دي كلها حتتبخر لأن أنا عايز حضرتك شيل الدعم وشيل الوراء المزاهب الصغير دي وخليها تقف إلى جوار المزاهب الأشعاري المزاهب الأشعاري باختصار يعني خلانا إحنا بنذكر بيه لأنه هو موجود وموجود مش هنا بنحلقه ولا بنستأديه هو موجود بالفعل كسلوك متجزد في نفوس الأمة الإسلامية وفي سلوكها وهنا الشيخ الأصهر بيقول باختصار لم يحكم الأشعارة على الحنابلة بالكفر إنما الحنابلة حكموا على الأشعارة بالكفر وكلام شيخ الأصهر أن الأشعارة لم يحكموا على الحنابلة بالكفر ده أثبتنا في الحلقتين اللي فاتوا إزاي الكتب بتكفر الحنابلة وأفكركم باللي قاله الشيخ السنوسي وشرحناه بالتفصيل في الحلقتين الفاتو الشيخ السنوسي قال في شرح الكبرى وأما من زعم أن الطريق بدءا إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه أن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي وأيضا فقد وقعت فيهما زواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع عند جماعة أخرى يبقى يا شيخ الأصهر الكتب بتكفر وبتبدع كمان الحنابلة الوهابية لكن كمان هوريكو إزاي شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول بنفسه أن هما مشركين ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي وإلا الإمام أحمد ما كان يؤمن أن لله يدا كأيدينا أو أن لله يد فيها أصابع أو أن لله يد فيها أظافر أو أني إلى آخر وما كان يؤمن أنه يضحك بمعنى أن له أسنان ويبتسم أو له عينين فيها حدقة أبدا معاذ الله لم يكن هذا اللي يعبد كده ده بيعبد جسم يعبد جسم وإحنا عبادة الأجسام عندنا وهنا شوفنا شيخ الأصهر بيقول الإمام أحمد ما كانش بيؤمن أن لله يد كأيدينا أو أن لله يد فيها أصابع أو أن لله يد فيها أظافر أو إلى آخر وما كان يؤمن أنه يضحك بمعنى أني لي أسنان ويبتسم أو لي عينين فيها حدقة أبدا معاذ الله اللي يعبد كده بيعبد جسم يعبد جسمه إحنا عندنا الأجسام أو عبادة الأجسام عندنا شرك شيخ الأصهر بيخترع وبيضف من عنده إن الوهابية بتقول إن الله لأسنان وأظافر وحدقة فين مصدر كلامك يا شيخ الأصهر يعني أين المصدقية في كلامك هل فعلا الوهابية بيقولوا الكلام ده وقالوا إن وبعدين رح قالوا إيه اللي بيعتقد بإثبات الصفة على حقتها زي اليد لله والساق ده مجسم وإن كده بيكون مشرك وإن ده بالنسبة للأشعارة اللي بيعبد الله بالنسبة للأشعارة اللي بيعبد الله وبيقول إن اللي هي يد وساق إلى آخر تلك الصفات كده بيعبد جسمه وعبادة الأجسام شرك وده مش جديد على الأشعارة وإحنا تكلمنا ونقلنا كلام ابن حجر وأفكركم به وقال إن الجارية لأنها عمية فهي لا تفقه معنى التشتيم وإن اليهود هم أصل التشتيم وفي كلام ابن حجر إنه يقول إن من يثبت العلوة لله حقيقة فهو مجسم وإن كلمة لإلهة إلا اللي في السماء كفر لإن معناها الله فوق العرش وده دليل إن ابن حجر بيكفر اللي بيعتقد إن الله فوق العرش على ظاهره يعني يا مسلمين اللي يقول لا إلهة إلا اللي في السماء كافر فنظر الأشعارة ونرجع لكلمة الشرك وهنا فيه سؤال لما حضرتك يا شيخ الأصحر تقول على الحنابيلة الوهابين إنهم مشركين ده بيبقى حكم يعني حكمت عليهم بإيه بالكفر أم لا وإحنا بنعرف إن لفظ الكافر واشتقى من الكفر وهو الجحود لبعض ما يجب الإيمان به والمشرك مأخوذ من الشرك وهو جعل شريك مع الله والكلام ده ذكروا النوع في شرح مسلم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بابادة الأوسان وغيرهم وغيرها من المحلوقات مع اعترفهم بأله تعالى ككفار كريشي مثلا فيكون الكفر أعم من الشرك والكافر والمشرك مخلدان في النار زي ما الكرآن طبعا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهان مخالدين فيها وده في صورة البيانة يبقى يا شيخ الأسهر لما حضرتك تقول اللي بيعبد جسم ده شرك ومعروف إن الحنابلة بيثبتوا لله اليد والسق والعينين والضحك على الحقيقة بل بيثبتوا لله الجسم أنت بتكفرهم وبتقول إنهم في النار ودلوقتي هنرجع تاني لكلام شيخ الأسهر الدكتور أحمد طيب وهنشوف الفيديو الجاي هيقول لنا إيه إنما الحنابلة حكموا على الأشاعر بالكفر وهنا الشيخ الأسهر بيقول إنما الحنابلة حكموا على الأشاعر بالكفر وهنشوف فعلا هل الحنابلة حكموا على الأشاعر بالكفر طبعا الشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب يقصد الحنابلة اللي هم مين اللي هم غلاة الحنابلة أو الوهابية ده زي ما نقلنا لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت وشيخ الأسهر لما يقول الحنابلة حكموا على الأشعارة بالكفر يقصد بالأشعارة أنه بيعتبرهم أنه هم أهل السنة اللي هم على عقيدة مين الرسول والسطحابة والتبعين يعني كأن الشيخ الأصهر بيقول أن الوهابية حكموا بنكوسين على مين على الرسول والسطحابة والتبعين بالكفر كلام الشيخ الأصهر فيه تناقضات كتير أنت قابل أن الحنابيلة يكفروا الأشعارة وعقيدة الأشعارة المفروض أنت بتعتبرها أهل السنة يعني انت بتعتبر الأشعار عقدة الرسول والصحابة سايبهم عادي كده ما فيش غيرة على العقيدة اللي حضرتك بتمثلها وتقول احنا مش هنكفرهم ونلاقيك بتكفرهم وتقول انهم مشركين والمشرك مصيره النار ودلوقتي انا هعمل ملاقص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة ازاي المسهب الأشعاري متناقض واخدنا نقطة واحدة من كلام ابن حجر نستدلي بيها على التناقض الموجود في العقيدة الأشعارية لما قال بالتأويل وبعدها قال الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه ونفس مسهب ابن حجر هو مسهب مين بالطبع شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب وقال ان الامام الأشعاري مسهب انه لا يكفر احد وان الاشعارة مش بتكفر الحنابلة لكن احنا عرضنا ازاي ان كتب الاشعارة بتكفر الحنابلة لانهم بيثبتوا الصفات على حقيقتها واخدنا مثل كلام الشيخ السنوسي وبعدها عرضنا تكفير شيخ الأصهر في ان الحنابلة بيقولوا انهم بيعبدوا جسم وده شرك ومعروف ان المشرك مصيره جوهنم لكن شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب والأصهر كانت ليهم ردت فعلة غريبة وعجيبة ومترقدة وده اللي احنا هنوضحه في الحلقات الجاية وتابعوني الحلقة الجاية عشان نشوف موقف الحنابلة الوهابية من تكفير الأشعارة والتقب بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا انتا ترد بعقل انت ما نقبل بعقله وانتا يرد بعقل وانتا ينكر بعقله يبقى الجنة يبقى ولعوبة بينها وكل المشرك